وشاهدين الكرام وصدى الله وقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم النهار تراندينج بداية جزائري مغربي خاوة خاوة هذا ما هتف به وردده أنصار الرجاء البيضاء في المباراة التي جمعتهم أمسية البارحة مع شبيبة القبائل في إطار رابطة أبطال إفريقيا المباراة التي نهزمت فيها الشبيبة بهدفين دون مقابل كان فيها الجماهير هم الاستثناء نشاهد بداية هذا الفيديو مشاهد أكثر من رائعة من الأشقاء المغاربة وتعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربين نمر إلى تعليقات حول هذا الموضوع سليمان يقول المغرب والجزائر خاوة خاوة ما تفرقناش سياسة تعليق آخر لأحمد يقول لإخوة الجزائريين مرحب دائما بهم في المغرب محبة صافية ومن قدمها الزمن خاوة خاوة تعليق آخر أمين يقول الجزائر هي المغرب والمغرب هي الجزائر من شاء من شاء وأبى من أبى تعليق آخر لعادل يقول فطالما كنا نحن والجزائريين إخوة هذه ما فيها شك إلى الموضوع الثاني تصور وأنت تملك محلا لبيع المجوهرات تأتي إليك سيدة لاقتناء هذه إحدى هذه المجوهرات لكن هل تتصور أن هذه السيدة قد تقوم بسرقة بضاعتك هذه البضاعة المعروضة في المحل وباستعمال السحر هذا ما حدث في ولاية باتنا شرق الجزائر امرأة بين عقدها الرابع والخامس احتالت على الكثير من زبائن بيالمنطقة من بائع المجوهرات وباستعمال السحر هذا الشاب فيصل عمراني الذي نشاهده في الشاشة إحدى هؤلاء الباعة للمجوهرات في المنطقة والذين تعرضوا للإحتيال والنصب من طرف هذه السيدة يروي لنا قصته في هذا الفيديو سرقتني مرأة لابسها قابو بيض جاءت دخلت هي زابونة أعطتني العكاس أدت لي ربع مقايز قيمة 116 جرام قيمة 83 مليون بدكت برها 21 دقيقة فوقت بلدي أدت لي حواجي وخرجت ما فوقتش طوال تاكي خرجت واحدة أربوع ساعة بلدي أدت لي حواجي وخرجت هنا لحتموا بالذراع في يدها ماذا ستدس فيهم تحت المنطقة بدكت لها خليت لها المقايز في يدها ذاهل إلاحاته في يدها فوقتش طوال تردتهم منه فيه وشوف على ضروات ها هي شبداته ها ها شوف هنا ها ها هي شبداته ها ها ما ستدس فيهم ما ستدس فيهم ما ستدس فيهم لقد تغطيتهم طوال غطيتهم ها ثلاثة السنسلة ثلاثة سأخرج ومحوص ما تولت إليهم لا تيامع السنس لا ترجعي للسنس لأنني ساتني في المقايز صرقت معقيمته 83 مليون سنتيم من المجوهرات نمر إلى تعليقاتكم مشاهدين ناصر يقول وأنتم لماذا لا تحصنون أنفسكم بالأدعية والأذكار صباحا ومساءا تعليق آخر لخديجة تقول كين منها تعال سحر حكاولي حكايات لا تصدق قالوا لي بلين ما يفطنش الإنسان إلى بعد ربع ساعة وبهي فيق بالشيء اللي صرى قدامه تعليق آخر لأميرة تقول لحولها ولا قوة إلا بالله وربي يهديها إذن مشاهدين كانت هذه مواضيع النهار ترنديقلي في عددها لنهار اليوم شكرا لكم عطيب المتابعة والسلام عليكم